اشتركوا في القناة على أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في تجاوز شراكات النطاق الجيو السياسي من خلال التعاون الدولي الفعال في توظيف الابتكارات التقنية دعية إلى إقرار معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي لتحقيق السلام في تجاوز شراكات النطاق الجيو السياسية الجغرافية السياسية أو كما يطلق عليها الجيو السياسية تم تعرفها بأنها التأثيرات الجغرافية على العلاقات الدولية فكيف يمكننا في عصرنا الراهن من التغلب على تحدياتها؟ الإجابة كانت في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين والتي خلصت بأنه يمكن للبشرية أن تحقق الأهدف المشتركة للتنمية العالمية والسلام والإزدهار في علاقاتها الدولية المتنوعة لتشمل مجال التقنيات الناشئة وذلك من خلال التعاون الدولي الفعال في توظيف الابتكارات التقنية والذي يعد من أبرزها الذكاء الاصطناعي وفي ظل التطور والسباق التكنولوجي من حولنا شددت مملكة البحرين في كلمتها بهذا الشأن على ضرورة توحد الجهود العالمية للاستفادة من التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف سلمية تقود البشرية نحو عالم الإبداع والابتكار بعيدا عن عالم الصراعات ومن أجل تحقيق ذلك دعت المملكة إلى إقرار معاهدة دولية تهدف إلى تنظيم وحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي من أجل ضمان أن تسهم هذه التكنولوجيا في تحقيق السلام بدلا من تفاقم النزاعات التي يعاني منها العالم نظرة تحقيق السلام للعالم بأسره كانت وما زالت تؤمن بها مملكة البحرين وجاءت كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجدد التأكيد بأن تعزيز العلاقات الدولية وتعميق العمل الدولي في مختلف القطاعات هو حجر الأساس لتحقيق الأمن الدولي في ظل ما يربطه من اتفاقيات متنوعة تسعى من خلالها مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة إلى بناء مستقبل يسوده السلام ويحقق النمو الاقتصادي ونظام دولي يخدم مصلحة الجميع موسيقى 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 موسيقى